اشتركوا في القناة اكسر تفق اصابعي وحرقت اصابعي وحرقت ابيكم تبزعوا معي وما قصرت ما قصرت رتبت لكم المقادير كلها ساعدوني في التقطيع دقيقة شوفه بشو مسوي ام سعد يا ابو سعد حين هذا وش يسوي ابو ذا لا تعرف انت يا ابو محمد مو بكذا وراء اخوك خذ العلم مني شوف يا سعدان ود له الورق العناب هناك وخله يوزع على هالخالق نبي ليشتغل كلنا زبزع وش غيره وزع يا تكفى يا ابو محمد الله يرحم والديك خذ هذه ودهنا تكفى تجملني مع اخوياتي تراهم بعدين ابوي ترا في واحد كان معي في البعثة واحد صديق من الطفولة شوف انا ابن جهتي مالك لبيض وجه وكثير بيجون يمكن حول ثمانة كلهم بيجون اليوم؟ كلهم ان شاء الله بيجون بإذن الله وانا الحقيقة تقضيت لك كل اللي تبيه وسلطة وطالبين مطالبين لنا رزني حبه قلبك جاهز انا بعد جاهز ولابس من عصر وانا متجهز يا ابوي بس تكفون انت تجملوني سسعد من اي عصر؟ عصر الدولة العباسية عصر الجمعة عصر الدولة العباسية يا ابو محمد شوف انت وثمين تكفون سام التمر عندكم جايب انا كرتون تمر اخلاص حلوه وزعوه ده الصحينات في السودة اللي عندكم الصغيرات ايوه هذه النعناع والخس وش بعد معكم هناك؟ بقدونس والنعناع الخس وبقدونس لا هذا كذبرة ليس بقدونس مين مشكلة ما نختلف اخوان اخوان شوف هذه طال عمركم فلسوه قطعوا الريقات عشان نزل بطلات ما ودك بعد نهمزه بعد ماذا يا ابو محمد؟ ماذا يا ابو سعد يا أخي؟ يا أخي بنيش تغل الله يرحم أمك ترى هذا حنا اللي بناكل مع الضيوف طيب امساعد وش موجودة؟ امساعد تكفي امساعد تتعبان امساكينا تحسبها مكنزات مولينكس هي بتشتغلها اربعة شغلة اخوانس عندها ضيوف بعد ومعكول كمانا اين الانسانية يا ابو سعد؟ لا ينبغي هذا الكلام يا لا ينبغي هذا الكلام يا شوف طيب الآن الغراب ولا خلاص لا لا أبور كلها تمام من العصر احنا نجدل ايه شوف احمر تعرض معنا نجدل نجدل معنا نحث الخطى ونهرول ونبهذل عمارنا عشان نشتغل يا سلام هذا يا ابو سعد جاهز لنا البخور ايه جاهز جاهز سعد تعال انا متصر مع ابوي بيعاونة دقيقي تعال باقول لك كلمتها ماسور طيب تعال بسم الله الرحمن الرحيم عطانا اذنك سام عطانا اذنك اخوياك اللي بيجون كم واحد ايه ايه تراك دائم تفشلنا مع الضيو لا يعني مو عمو ب اخوياك لازم تبيض اول مرة يدخلون بيتنا صح؟ صح لازم تبيض الوجه اشتغل زين ورتب زين طيب اذنك تراك دائم تفشلنا وتحرجنا مع الضيو بقول لهم خالي ابوك ما في فلوس لا لا انزع كلهم خالي غني بس انه دعبوا على الشركة و جابوا كراتين فاضي بعدها نسمع في واحد ظاهر من الفيك اسمه عمر حبيب صح هو اللي معي في البعثة ونحن ترى هذا أنا من فان ذاته تدري والله ايه لا وفي بعد ثاني يأتي صديقي منذ الطفولة صديقي مرة 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 منهم؟ عبد الرحمن زرزور هذا اللي كنت لعب أنت يا سياد ايه يأتي يأتي محمد و عبد الله و خالد يأتي كثير يا أخي هذا عبد الرحمن أنا أذكر اني فلك الله يتزاك خيري و ليدي تتوقع انه يذكر الحيني انت انت قطعت ادني الى حين خلعادة هذا فلكت من دوسغي أبشر وصاياك إن شاء الله على العين والراس أقول له ما بينشد معهم سعدان تعال بزي الله الرحم جدد يا أبو يا خالي عنده ملاحظات عنده تغصيات ما يحطه في صندوق الاختراحات ما ملاحظات يا أبو محمد؟ فارق فارق دعنا نشتر يعني توضل يعني أنا شف بقول له هذا الجزء شبق الشارعي كيف استخدامه هذي هو ما داعه أنت بلاحظها أكتراك سدقو الله شون نستخدمها سعدان أنا عرف ذيك سعدان أعرف أنا ديشة أمسكة وشي مهينة أنتب خذ مهينة صح؟ خلاص أمسكة لا 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 أقنع نفسك إن هذي وناسا استمتع يلا 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 يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أبو سعد أقطع على الخس لا الخس أن أحتاج أورق وقطع منها شوي يعني خلنا مثلا عدل ولو أقنع أين أضعه؟ أضعه يوجد صحون لا أعطي من الأطفال اللهم ماذا رأيك؟ ماذا رأيك؟ أعطي صحان أبو خراشاتي ماذا رأيك يا أبوي؟ واحد واحد أعطني واحد ماذا رأيك تتكشيري؟ صراحة بس عندي ملاحظة على مطبخكم لديك موظف لا يلبش قفاجات مغسل 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 ألبش قفاجة أبلغ عليك هيشك تجارة تلبس القفاجة بعدين تغسلها أمي ستعرف تلبس أولي أبو ما غسلها بعدين صدقني سادي أبو أعزيمة واحد أعزيمة بكشتة شوف بعد تميم أنا كفضي يا حتى تميم قفر لي الجزر زين بسم الله أرى الجزر يعني ترى حبيب حبيب وبن حلال كافو حبيب و زرزو يعني تفضل يعني النعناع سأعطيهم أبو سعر بالله دقييد أسمع أكمال المضاربة يا أوليدي ما مضاربة ما عارش أبو سعر أقول قلت لهم لأ يطولون يعني لجيتون لأ يطولون لأتمنون يعني يعني عدا إذا جازوا لهم يعني جونة ترى يطولون أعرفهم يحبون الوناسة الله يحييهم ترى بيته أبو سعد وقلبه أبو سعد وعيال أبو سعد مفتوح للجميع قلبك كبير يا بو سعد لا هم ولا الجرام بعدين ترى هم يعرفونك يعرفوني زين واذكروني يذكرون أيام يمكننا نطلح إنه يحييهم كيف الشغل عندكم هناك الجهة المجاورة ميا 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 يا أخي تميم ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه أرفل ما شاء الله عليه طلعاً أليك طلعاً أليك هذا عرض مغرية الآن لك يا أبو محمد لو عندك ضيفان الله يحييهم في بيتي من جزره جاهز كمّل كمّل وتميم لو عنده ضيفان الله يحييهم وأم سعد أكيد هذه الدورية عدم أشي وسعدان اليوم بدنا فيه والله أنا شوف أبو سعد حتى تركي لو جاء الصغيرين الله يحييهم صراحة لي؟ أم سعد ما تقصر واليوم يومنا واليوم يوم كمي النشامة كفو كفو لازم أن نبدل الجهد وساعة قصارى جهدنا إلى أن نتجمل أمام الضيوف واليوم يومك يا أبو سعد واليوم يومك يا أبو سعد واليوم يومك يا أبو سعد ومساعد إلهية بس وله هي ترى قاعدت من زبط الكبسة وقبل زبطت لنا ورق عينب وقالت بس سعدوني في السلطة قلت تبشر والله أنا هنا ويستعبنا الله يهديها أنا داري تعلم من صارش تأوام أتلع بس السلطة ترى سرعة شي بسيط يعني قطع بسيط تعلم يعني شف شف هو من تعاونه السرعة السرعة في عجلة النجام ما يضرها شيء مساعد له وطلبت وطلبات جزر ومشوره جاهز تقدر عادي ثاكل بقدونس عادي ثاكل بقدونس ومعه شوي قفزة انت سيف مجبوع القفزة والله يهو ليلي أنا صراحة نبقى الليلة تعلي على حيث هنا يسموني علي القطيع بس كانوا يأكلون أحيانا مع السلطة يأكلون قفزة ينقطع شوية القفزة عرفت الشتوان سعادي ترى يعني مفيد خل نسمع خالق شقول يا أبو محمد واصل قاعدين نسمعك أي والله أنا قاعد أعطي ولدك نصائح في تقطيع تخبر أنا كل كاشته أنا اللي قطع لكم قطع إيش كل شيء قطع بصال وبعض الأحيان نسيح والله أبو محمد رأيتا بيضا دائم يصلح لنا شاهي هدري مرأة من مرأة وحنا كاشتين مزينا السكين صادم وش قالوا وش قالوا وقلت أنا عندي لكم الحق أشتغل مغمر واروح وأكسر خشبه من أقرب السجرة سريع سريع ولدي باقي لنا خيارة واحدة وخلص الخيار والله انكشب لي صارت حادة هم تكتع بالخشب ثم تكتع بالخشب بعدين بيطلعط طعمها واتعم ايه وووووووووووو أطعم من الشكين وفنون في الطهينة راها تبرز شتى الغرائب وإذا رمت جديد الطبخي تابع معنا أطايم 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 انتبه لهم لا يطقون الضيوف و لا يدقون عليكم ما تدري جواله كل هذا أفا أفا قسم ورقة لأنا بنظفها الطاولة خبر محزن أفا في واحد أعتذر عبدالله يقول مشغول مع ابوي ما قدر اسمع ساروا سبعة الحين براهيم النقيب لازم يأتي لا براهيم حين حين ساروا سبعة عبدالله عبدالله نقص نقص هذه حبتين إخياء نقص هذه حبتين تسحب الله يرصي والله أنا كان متحمس يا ابوي بس وراء اعتذروا في اللحظات الأخيرة إلا بسبب كنت أكيد أن كنت ما يعني ما شجعته ولا ما حمسته ولا ما أكدت عليه بيعجبك بيتنا و قيل له ترى أمورنا زينا في البيت و وناسه بس والله عبدالله ماشي خيضني فيك يا عبدالله الله يهديه بس أفا شف الحين هذا الخيار عشان بركة سرى ما أود نعبعد نحن نكثرون بلا شيء شف الحين بخش على الطماط وإذا أرمت جديد الطبخي تابع معنا آطاي آطاي